تخيم أبعاد التوترات الجيوسياسية والامنية والعسكرية في منطقة الشرق العوسط على الأسواق العالمية لعام 2024 وترجحات بأن تكون التكلفة الاقصادية للصراع هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فيما يبدو المشهد أقل استقرارا الحرب على غزة ومخاطرها وأبعادها والمخاوف من توسعها تلقي بظلالها بشكل مباشر على سلاسل التوريد بالبحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين أهلا بكم من برنامج الرابط يتزايد النقص والتأخير في البضايا القادمة إلى إسرائيل من الجنوب بفعل الهجمات المتصاعدة في البحر الأحمر مما أجبر شركات شحن على توجيه سفنها لتعليق البحار عبر البحر الأحمر مؤقتا وبناء على ذلك نتساءل ما تدعيات أزمة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي وهل يدفع تهديد الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الحرب الأسواق الإسرائيلية تستنجد بأوروبا وآسيا لتعويض نقص وتأخير وصول السلع إلى أراضيها بسبب الهجمات على الملاحة البحرية فاضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر قلق أو قلق جديد يطال أسواق العام المقبل ما إن تضع الاقتصادات الكبرى استراتيجية لمكافحة أزمة حتى تظهر أخرى ها هي حرب غزة وتبعاتها تخيم على مسارات مكافحة التضخم وانتعاش الاقتصاد بسبب ضربة جديدة تتلقاها سلاسل التوريد تهديد بفقدان شريان إمدادات استراتيجية بتوقف حركة السفن في البحر الأحمر فالتجارة البحرية تستحوذ على 70% من واردات إسرائيل ويقدر حجمها السنوي بأكثر من 75 مليار دولار وبعد تهديد الحوثيين باعتراض السفن المتاجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر واجهت تل أبيب تحديات على ثلاثة مستويات أولها زيادة تكليف النقل البحري بسبب تغيير السفن طريقها إلى رأس الرجاء الصالح في أفريقيا وهذا يزيد المسافة البحرية بنحو 13 ألف كيلومتر الثاني هو رفع شركات السفن أسعار التأمين بسبب الأخطار أما تحدي الثالث فيتمثل بامتناع شركات كبرى عن الرسو في موانئ إسرائيل لتجنب تهديدات مستقبلية أو امتثالا لشركات التأمين وردات إسرائيل عام الماضي بلغت 107 مليارات و200 مليون دولار وفق بيانات البنك الدولي إذ تظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول الآسيوية تحظى بأهمية كبيرة في ميزان التعاملات التجارية وأظهرت هذه البيانات أن منتجات أوروبا تعد أكثر كلفة في ظل ارتفاع أسعار الموردين مقارنة بنظرائهم في الصين التي تحظى بسلع أرخص ومتساوية من حيث الجودة للسلع الأوروبية كما أن التصعيد في البحر الأحمر يلقي بظلاله الثقيل على الاقتصاد الإسرائيلي بتأثر قطاعات حيوية وحساسة مثل الصناعات الكيموية وخير دليل على هذا الكلام ما قاله كبير الاقتصاديين في شركة بيدي أو أن الأزمة تؤثر في جيوب الإسرائيليين خصوصا أسعار المواد الغذائية والمتاجات للسهلاكية نتيجة ارتفاع تكاليف نقل المواد الخام في خضم الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية تقود الولايات المتحدة جهودا تضغط بمجابها لتخفيف وطأة الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر دقة سياسيا واقتصاديا قبل أن نبدأ في نقاش حلقة الليلة نذكر بسؤالي الرابط ما تدعيات أزمة السهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي وهل يدفع تهديد الاقتصاد العالمي للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف وطأة الحرب للإجابة عن هذه النقاط وغيرها لابد أولا أن نستقبل ونرحب بظيوفنا معنا من رامالة السيد أشرف العجرمي الوزير الفلسطيني السابق والباحث السياسي من القاهرة يرافقنا الدكتور حسن أصادي أستاذ الاقتصاد الدولي واقتصادات التمويل في جامعة القاهرة ومن عمان يكون معنا الأستاذ زياد المجالية السفير الأردني السابق أهلا وسهلا بالجميع أبدأ معك سعد السفير لأسألة عما يجري في البحر الأحمر هذا الاستهداف للسفن المتجهة لإسرائيل هل من تدعيات حقيقية آنية وبعيد المدى أيضا على الاقتصاد الإسرائيلي أسعد الله مساءكم في الحقيقة نعم هناك تأثير وفق كل الدراسات منذ الآن حقيقة لأنه ليس فقط الكلف ولكن كما ذكرتم في التقرير شركات الشحن أصبحت تحسب حساب حتى لو دارت حول رأس الرجاء الصالح مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية فهي قد تكون في عرف الجهات التي تستهدفها وهم تحديدا الحوثي في اليمن سيضع على قائمة سوداء في المستقبل حقيقة هناك تكلفة هائلة زيادة على الشحن البحري وأهم ما يزيد تلك التكلفة حقيقة هو التأمين والسبب الرئيسي أنه من المعروف أن التجارة البحرية لا تحتمل إلا صفر مخاطرة وهذا ما يرفع من قيبة التأمين في حال ما تم تعرض أي من تلك الشحن وهذا هو السبب حقيقة الذي دعا الولايات المتحدة إلى اعتبار أن انتهاك الممرات البحرية هو انتهاك للقانون الدولي فلذلك تفكر الولايات المتحدة حاليا بتحقيق نوع من التحالف بين مجموعة من الدول ليكون هناك تصرف عملي وعسكري حقيقة بحري لمصاحبة السفن ولتأمين الممر من مضيق باب المندب هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة يواجه في الحقيقة مقولات عديدة منها نفس الحوثيون الذين يتحدثوا بالمقابل أن إذا كان ذلك انتهاك للقانون الدولي فإن استمرار الحرب على المدنيين في غزة هو أيضا انتهاك للقانون الدولي الإنساني القضية يعني هناك حوار حولها بما يختص به ولكن كما ذكرت أنت حقيقة هناك كلفة عالية ولكن هذه الكلفة العالية هل ستؤثر في القرار العسكري الإسرائيلي هذا ما سنبحثه فيما بعد وإن لم يكن مباشرة نعم تأثير هذا الأمر على مجرية كيف سيؤثر على القرار الأبريكي نعم سنخصص أسئلة لهذه النقطة المهمة تأثير ما يجري في البحر الأحمر على مجريات الحرب في غزة لكن دعونا نقلب أولا تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي هذا بلا رمالة الآن أستاذ أشرف العجرامي السؤالي أيضا عن تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي أولا هل يمكن أن يلمس المواطن الإسرائيلي حينما يشتري البضايا الأساسية هذه الأكلاف العالية هذا الارتفاع المشط في التامين وبالتالي ارتفاع آني في الأسعار مساء الخير أولا لا شك أن تكلفة الحرب بدأت في الظهور منذ الأيام الأولى على بدء هذه الحرب والتكلفة حسب التقديرات الإسرائيلية وبنك إسرائيل تقول أن إسرائيل تتكلف أسبوعيا حوالي 600 مليون دولار تكلفة للحرب إسرائيل استدعت الإحتياط بأعداد حوالي 360 ألف جندي إحتياط هؤلاء يشكلون 18% من القوى العاملة بالإضافة إلى ذلك إسرائيل منعت دخول 170 ألف عامل من سكان الضفة الغربية الشيكل انخفض إلى مستوى عالي لأكثر من ثمان سنوات ارتفعت دولار مقابل الشيكل انخفضت قيمة العملة إسرائيل وضعت في عام 2023 عجزا يقدر بـ 62 مليار وشيكل حوالي 16 مليار دولار وهذا يشكل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وعلى فكرة في القانون الإسرائيلي كان فقط العجز يصل مستوى أقصى إلى 2.4% بمعنى أن هناك ارتفاع هائل في العجز الإسرائيلي يضاف إلى ذلك طبعا أن هناك عجزا في قطاع الزراعة الزراعة تعاني من تدهور كبير وعدم إمداد السوق وبالتالي إسرائيل بحاجة إلى إمداد السوق المحلي ببضائع زراعية معبر النقل البحري الذي عمليا يواجه مشكلات جدية نعم كل شيء الآن مرتبط بالوضع الداخلي الإسرائيلي الاقتصادي والوضع فيما يتعلق بتوريد السلع الأساسية إلى إسرائيل وبما في ذلك السلع الأخرى الأقل أهمية ولكنها حيوية لقطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي وكلها تعاني من مشكلات وبدون شك عملية توقف النقل البحري أو صعوبته أو الذهاب عبر رأس الرجاء الصالح بإضافة أكثر من أسبوعين من الوقت على وصول السفن أو المواد هذا سيكون مكلفا للغاية للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من مشكلات وعجزا كبيرة نعم إلى القاهرة الآن دكتور أرصادي بوصفك مختصا في الاقتصاد أي تأثير مرتقب هو بدأ يظهر للأيام في الحقيقة استهداف السفن المتجهة لإسرائيل من قبل الحثيين في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا هذا المعبر المائي المهم هل يمكن أن نتوقع ربما إذا طال أمد الحرب خسائر أكبر للتوريد للتجارة الإسرائيلية مع الخارج وأيضا للبضاع الأساسية المستوردة هي الخسارة والضغطة هيبق على التجارة الدولية بصفة عامة أنت بتتكلم عن التجارة الدولية في حدود ال40% بشكل عام نعم بشكل عام أنت بتتكلم على تجارة دولية في حدود ال40% بتعدي من باب المندب من قناة السويس وبتروح لباقي الدول أو الشرايين التجارية الموجودة في العالم عندما تستهدف 40% من التجارة الدولية التأكيد الكلفة تبع علي جدا ليس على الاقتصاد طبعا الاقتصاد الإسرائيلي هو الاقتصاد المعني بهذه الخسارة بالدرجة الأولى ولكن كل الاقتصاديات العالمية سوف تتأثر نتيجة لرفع تكلفة النقل والشحن البحري اللي هو أساسا هيكون مرتبط بعملية رفع تكلفة التأمين وإعادة التأمين على الشحن البحري بالإضافة إلى ما يتردد في الأجواء الآن أنه سوف تكون مجموعة من القطع البحرية التي تتولى تأمين السفن والنقلات الأملاقة التي تمر في باب المعندب وتمر في قناة السويس علشان يقلم استهداف الحسيين لها ديفاندم ده تكلفة غير عادية تكلفة مرعبة وهو لا يؤمن 100% أيضا لأن المسيرات والصواريخ قد تأتي من مسافة بعيدة هو مش مجرد أنه لا يؤمن 100% قد يؤدي إلى حرب عالمية في المنطقة إذا قام الحسيون بفقد قدرتهم على التحكم في أدواتهم وبالطبع نعلم من هو وراء الحسيين واستهدفت قطع من القطع البحرية الأمريكية التي سوف تتولى حماية هذه الشاحنات والتجارة الدولية البحرية طبعا سوف تؤدي إلى نوع من أنواع الحرب في المنطقة التي لن يستطيع أي اقتصاد في المنطقة تحمل تبعتها الاقتصادية نرجع تاني التأثير على التجارة الإسرائيلية بشقيها صادرات ووردات صادرات في حدود 75 مليار دولار ووردات في حدود 107 مليار دولار بالتأكيد التكلفة بتاعة الصادرات ستزيد وبالتالي قدرتها على المنافسة فيها الأسواق الخارجية ستقل والواردات تكلفة حزيد وبالتالي ستخلق ضغوط تدخمية في الأسواق الإسرائيلية على أسعار هذه المنتجات قد ترتد بالسالب أو مش قد ترتد بالتأكيد سوف ترتد بالسالب على الاقتصاد الإسرائيلي ولكن ما نأخشى أن يتم تعويد أو ما نأخشى أنه سوف يتم تعويد الاقتصاد الإسرائيلي عن كل هذه الخسائر وبالتالي سوف يشارك العالم في دفع فطورة الحرب التي تقود بها إسرائيل على غزة من جيوب الدول التي لا تشارك في هذه الحرب والتي ليست معنية بهذه الحرب بأي درجة من درجات عن طريق شركات التأمين الدولية التي سوف تستنزف الاقتصاد العالمي لصالح الأطراف التي وراء الحرب في غزة وعلى رأسها إسرائيل اللي أنا أريد أن أقوله أنه هو عملية الضغوط الموجودة على إسرائيل هي في الأكثر هي ضغوط معنوية منها ضغوط مادية منموسة في الاقتصاد الإسرائيلي نعم 18% من القوى العاملة الإسرائيلية خرجت من السوق العامل واتجت من دولة الاحتياطة التي تم استدعاهم من الحرب بلس ما تم طردهم من الفلسطينيين الذين كانوا يروحوا من غزة للعمل في إسرائيل أو كنروحوا من الضفة الغربية العاملة في إسرائيل اللي هما في حدود 5 أو 7% تم الاستغناء عنهم فتتكلم أن 25% من القوى العاملة في إسرائيل ليست موجودة في الاقتصاد الإسرائيلي هو ده التهديد الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي أنه لن يستطيع إنتاج ما كان ينتجه من قبل ولن يستطيع استيعاب تكلفة الولدات التي كان يستوردها من قبل بلس أن عند 25% من القوى العاملة التي تم استدعاها للحرب سوف تعود بتشوهات نفسية وأمنية ضخمة جدا سوف لا تجعلهم ينخرطون في السوق العمل بالدرجة التي كانت من قبل قبل الحرب هو ده التأثير الضخم القاسي وشد قسوة والمرجو من هذه الحرب في الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي السياسة الإسرائيلية في المنطقة نعم أشكرك أستاذ أعود إليك أستاذ المجالي في عمالي أسأل أيضا عن بعض الحلول التي طرحت على طويلة البحث مرافقة آليات عسكرية وبوارج حربية للسفن كل هذه حلول البعض يشكك في قدراتها ما قولك فيها أولا وما خطر عسكرة منطقة البحر الأحمر وخاصة معبر باب المندب أشكرك في الحقيقة بالنسبة لبعض الأرقام التي سمعتها من الأصدقاء في رام الله وفي القاهرة يمكن أنا عندي بعض الأرقام المختلفة ولكن خلينا نتكلم عن الرقم الأربعين بالمئة من المرور من هناك ومن قناة السويس يمكن الرقم هذا المقصود به الواردات النفطية والغاز إلى أوروبا لكن التجارة كاملة ربما تكون النسبة أقل الهم من ذلك عودة إلى سؤالك في الحقيقة أن الدعوة الأمريكية لتحالف عسكري لحماية الممرات البحرية أول من واجهها بالاعتراض طبعا إيران ولكن بالحساب الكل أن إيران هذا موقف ولكن سلامة هذا الممر البحري تحديدا هو أيضا من صالح إيران ودول المنطقة المملكة العربية السعودية معنية السؤال الأكبر هو هذه الدول هل تسمح للممرات البحرية أن تصبح مادة في الحرب أو الضغط على إسرائيل أم لا أنا لا أريد أن أكون في موقف شعبوي هنا أعلم أن كثير من المشاعر تتجه لتأييد ما يتم حاليا ولكن في الحقيقة هذا يعود للقانون الدولي القانون الدولي يمنع ذلك وأنت سألت هل هذا سيسمح بتحقيق نجاح أنا في تقديري الشخصي أن هذه الدول المعنية يعني مثلا إحتمال أن يكون هناك حرب كونية بهذا السبب أنا لا أرى ذلك لماذا؟ لأن الأطراف المعنية الصين والهند هي معنية بسلامة هذا الممر البحري بالإضافة إلى دول المنطقة التي ذكرت ونتذكر أن الجهة المقابلة لخليج عدن جيبوتي فيها قواعد لتسع دول تقريبا قواعد عسكرية موجودة هناك فلا يمكن لأطراف متناقضة في المسرح الدولي أن تقبل أن تكون هناك احتكاكات وهي تعلم أن المصلحة مشتركة في سلامة الممرات البحرية أنا في تقديري أن الضغوط ستكون أكثر على الجانب الحوثي لأن هذا يتأثر به ليس فقط العدو الإسرائيلي ولكن الصديق العربي أيضا وحتى الدولة الداعمة للحوثيين هي معنية بالتأثر اقتصاديا بإغلاق هذا الممر لذلك أنا لا أتوقع حربا كونية لهذا السبب رمما تكون توسعة للصراع صحيح وهو لا نريد له أن يكون لكن لا أقدر أن الموضوع يمكن أن يتفاعل لأكثر من ذلك ويمكن لأطراف معينة أن تتدخل وخاصة الطرف الإيراني بضغط من الصين بدأ بالحديث مع الجانب الحوثي وحتى هو الجانب الحوثي الآن أصبح يرسل بعض الإشارات أن هناك تمييز ما بين الباخرة وانتماءها وكل هذه المعادلات لكن في الحقيقة كما ذكرت بداية بالنسبة للعالم الكلفة صفرية يجب أن لا تزيد يعني كما ذكر الزملاء أسبوعين إلى خمسة عشر يوما تزيد مدة الإبحار حول رأس الرجاء الصالح هذه تزيد من الكلفة أنا لا أتحدث هنا فقط عن إسرائيل ولكن إذا كان التوجه إلى تخفيض إلى الصفر قيمة الكلفة والمخاطرة فمعنى ذلك ليس فقط الرحلات المتجهة إلى إسرائيل الجميع سيخشى وسيتجه مرة أخرى إلى الطريق الأبعد وهذا ما لا تقبل التجارة الدولية لأن حبل الاتصال في تصدير المواد لا يقبل حقيقة أن يصبح خلل في ممر مهم للتجارة الدولية أشكرك كما أشكر كل ضيوفنا والتمس منهم البقاء معنا هذا فاصل قصير شيئنا العزاء نعود بعده لمتابعة نقاش الرابط للليلة أهلا بالجميع من جديد تعقيد جديد لمشهد تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطع غزة شكله الحوثيون في اليمن عبر سلسلة الاستهدافات المتكررة للسفن العابرة للبحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة فما أبرز الهجمات التي قاموا بها حرب غزة قد تمتد إلى البحر الأحمر فعزم الحوثيين استهدافوا مهجمة أي سفينة تتجه نحو الموانئ الإسرائيلية يوحي بذلك في التاسع عشر من نوفمبر الماضي استولت الجماعة لسفينة الشحن جالكسي لادر مملوكة لرجل عمل إسرائيلي بالبحر الأحمر واقتدتها إلى السحل اليمني بما قالت نهو تضامن مع المقاومة الفلسطينية في قطع غزة هذه العملية كانت الأولى من نوعها بعد علان الحوثي أعلق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية ولا تزال السفنة ثرس في ميناء الحديدة بعدها جاء الاستهداف الثاني وكان من نصيب المدمر الأمريكي يو اس اس كارني وفق معلنه البنتاجون لافتا إلى أن المدمر تصدت لإطائرة مسيرة بينما كانت تقدم المساعدة لسفنة تجارية أخرى الهجمة التي وصفتها واشنطن بأنها تشكل تديدا مباشرا لتجارة الدولية لم تتوقف عند هذا الحد في اليوم ذاته تعرضت سفنتان إسرائيلية لهجوم حوثي الأولى تدعى نمبر ناين كانت ترفع علم باناما استهدفت بصاروخ بحري وكانت متجهة وفق لمباء إلى ميناء السويس أما الثانية فتدعى يونيتي إكسبلورر وقد كانت ترفع علم جزر البهاما استهدفت بطائرة مسيرة بحرية وكانت في طريقها إلى سنغافورة سفنة أخرى تدعى ستريندا تابعة للنورويش هجمها الحوثيون أيضا بصاروخ بحري قالوا أنها كانت محملة بالنفط في طريقها إلى إسرائيل فيما ذكر رئيس الشركة المشاغلة لهذه الناقلة أنها كانت في طريقها إلى إيطاليا من ماليزيا لتسليم مواد خاموة علقة بالنفط من جانبها قالت شركة الشحن دانماركية إن سفناتها ميسك جبل طارق استهدفت بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى الجدف السعودية هجم آخر بقذفتين الصاروخيتين أطلقهما الحوثيون باتجاه نقلة الكيمويات أردمور أنكاونتر في البحر الأحمر كانت ترفع عالم جزر المارشال هذه السفينة خرجت من الهند وتجهت شمالا نحو قناة السويس آخر استهداف كان للسفينة الجسرة التابعة لشركة الشحن الألمانية هابا كلويد وذلك أثناء بحارها شمال مدينة مخال يمنية الساحلية ولم يصب أي من أفراد طاقامها إلى أن أضرارا مادية تسببت في حريق على متنها أستانف نقاش من رامالة هذه المرة معك أستاذ أشرف في العجرم لأسأل عن تأثيرات مثل هذه العمليات العسكرية وأستاذ دافل سفن في البحر الأحمر خاصة المتجهة الإسرائيلة على قرار الحرب والسلم الإسرائيلي على طول أمد الحرب هل يمكن أن تشكلها ضغطا يخفف من وطأة الحرب في غزة يعني هذا يمكن أن نشكل فعلا ضغطا على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في إيقاف الحرب ولكن هذا الضغط يجب أن يأتي أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية لأن الحكومة الحالية برئاسة بن يمين نتنياهو لديها مصلحة عليا في استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة ومصلحة بن يمين نتنياهو الشخصية هي في طالة أمد الحرب ولكن الضغوط التي تحدث نتيجة للتوترات الإقليمية ولمشاكل الاقتصادية المترتبة على هذه الحرب سواء في إسرائيل أو في الوضع الدولي العام لأن هناك احتمال كبير بأن تحدث أزمة نفطية وأزمة في توريد الطاقة والأسعار وأسعار السلع الأساسية وغيرها ربما يأثر على العالم كله ويؤدي إلى بعضهم يتحدث عن أزمة كما حصل في سنوات السبعينات ربما كل ذلك يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية ويجعلها تضغط على إسرائيل للإسراع في إيقاف هذه الحرب وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد لإسرائيل أن تستمر حتى تحقق أهدافها حتى اللحظة ولكن العوامل الضغطة سواء في الميدان أو في الإطار الإقليمي والدولي يمكن بدون شك أن تكون عوامل مؤثرة وتدفع باتجاه التسريع في إيقاف هذه الحرب جيد إلى القايرة الآن دكتور الصادي ضمن نفس السياق ودت أن أسأل هل تشكل هذه العمليات ورقت ضغط لدى إيران أو لدى الحوثيين لجعل إسرائيل تنهي هذه الحرب أو لجعل أمريكا تضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الحرب مدامة التجارة العالمية بأسرية مهددة للاقتصاد الإسرائيلي في حصل هو أخشى بأخشى أن تكون الدوافع من وراء استهداف السفن البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر هي ليست دوافع بنتيجة للحرب على غزة ووقوف في جانب غزة أو في ظهر غزة أو أن كل الدوافع تكون في شكل دوافع أخلاقية بالدرجة الأولى كنوع من أنواع الوقوف جنب إخواتنا في فلسطين وغزة على وجه التحديد أخشى ما أخشى أن تكون هذه الهجمات هي نوع من أنواع خلق توطرات في البحر الأحمر وخلق توطرات في التجارة الدولية التي تمر في البحر الأحمر من باب المندب وصول إلى قناة السويس ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط في الاتجاهين المعروفين بحيث يكون البديل الأنسب هو الطريق الذي يتم إن شاءه الآن ما بين الدول أو الموانئ الموجودة في الخليج العربي مرورا بالسعودية مرورا بالأردن ورورا بإسرائيل وصورا للبحر الأبيض المتوسط والاستغناء جزئيا إن لم يكن إلى حد كبير عن قناة السويس كان هو من أنواع ممارسة الضغوط الاقتصادية شديدة القسوة على الاقتصاد المصري الذي يأل من تداعيات كثيرة جدا في الاقتصاد أخشى ما أخشى أن يكون هذه الهجمات ما هو لا يمكن أن أنا أقدر أتخيل أن الحوثيين بأدواتهم بألياتهم البدائية بيستهدفوا كل هذه السفن ولا يستطيع أحد أن يقفهم أما الفين بقى ماما أمريكا بقوتها الرضعة وفين استطلعتها وفين خبرتها وفين 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 على ما أعتقد أن الحوثيين لديهم الضوء الأخضر للقيام بما يقومون به كنوع من أنواع التسريع بطرق الحرير والطرق الأمريكا دخلت فيها مع السعودية ومع الخليج لإيجاد طرق بديلة للتجارة الدولية قد تغني العالم عن قلالة السويس كنوع من أنواع العقاب لمصر نتيجة لعدم التزامها أو خضوعها للضغوط الدولية في الشرق الأوسط الجديد ولا ننسى بأي حان من أحوال أن الغرب وأمريكا لا تتنازل عن مخططتها ومستهدفتها مهما طال الوقت لكن عفوا أن مصر حليف لأمريكا ليس الفشين من وراء هذه الهجمات كان مصر معارضة للسياسة الأمريكية يا فندم من باب التفاعل معك الحليف الذي لا يمكن الاستغناء عنه وفي نفس الوقت لا يمكن إخضاعه لشروطك لا تنساش يا فندم أن مصر حليف لأمريكا ولكنها الدولة الوحيدة الموجودة في المنطقة التي ليس لديها قواعد عسكرية أمريكية ليست خاضعة لأي قواعد عسكرية أمريكية التي تتواجد في الدول الخليجية بالكامل في الأردن في مجموعة كبيرة جدا لكن هي تحصل على أكبر المساعدات الأمريكية كان ممكن قطع المساعدات تعوض عقابها بقطع شريان قناة السويس نعم الوقت اللي سيأتي هو اللي سيرضح لنا حاجات كثيرة جدا نظرات المؤامرة وفيه جزء كبير جدا من الاقتصاد العالمي بيضار بنظرات المؤامرة ولكن أن تقول لي أن ليس هناك قدرة على توقيف الحسيين عن استهداف التجارة الدولية في باب المندب لا أصدق ربما هناك ضوء أخضر ربما لك ليس مستهدف منه مصر وقناة السويس بالتأكيد تمت طرق يجري الحديث عنها الآن جديدة في المنطقة حظ مصر وجودها كان نعمة في هذا المكان والعبور المهم في قناة السويس وأيضا قد يعود هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي بالضرر على بعض الدول أحيانا إذا ما صار الحديث عن بدائل على كل نتجاوز هذه النقطة أعود إلى عمان لأسأل أستاذ المجالي ضمن نفس السياق دائما تحدثت عن تدعيات الأمر على الاقتصاد الإسرائيلي الآن ودت منك رأيا عن تأثير ما يجري على قرار الحرب إطالتها اختزالها اختصارها وربما وقفها أو حتى وقف مؤقت هل هذه السيناريوات واردة لما أن إسرائيل ماضية في أهدافها المعلنة وغير المعلنة أيضا في غزة أخي العزيز إذا كانت هذه المداخلة الأخيرة لي فأني أستميحك عذرا بداية أن أستغلها لتقديم العزاء لأصدقائنا في الكويت بوفاة الأمير نواف وتمنياتنا للشعب الكويت الشقيق بالسلامة وأيضا أن أعزيكم أنتم عالم الإعلام والصحافة باستشهاد الصحفيين على أرض غزة الذين يقومون بمسؤولية فريدة وأجيب على سؤالك بداية بالقول وهي إجابة أيضا تتناقض مع موقف صديقي في رام الله بأن أقول أن ليس هناك تأثير وفقا لكل التحليلات لما يجري في مضيق باب المندب على مجريات الحرب هناك أزمة سياسية داخلية في إسرائيل هي لديها الجزء الأكبر من التأثير إضافة إلى الموقف الأمريكي الداعم دون شروط للجانب الإسرائيلي حقيقة قد يكون هناك استغلال من الإدارة الأمريكية ومن البيت الأبيض تحديدا لما يجري في باب المندب لزيادة شحنة الضغط على نتنياهو لمحاولة تخفيف مدة الحرب على غزة ولكن لا يستطيع نتنياهو أن يقلل أو يقلص الأهداف التي وضعها للأسف وآلة الحرب هناك مستمرة وتعقيبا على ما يختص بقناة السويس أنا أطمئن صديقنا في القاهرة أنه لا بديل لقناة السويس في التجارة الدولية نهائيا وأن الحديث عن صراع الممرات طريق الحرير صحيح طريق الحرير أو الطريق المقترح والطريق المقترح ما بين الهند مرورا بإسرائيل هذا دونه تحقيق السلام الحقيقي الذي يفترض أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ولا يمكن أن نصل حتى في ذلك الوقت ووجود هذا الطريق لن يؤثر على الدور المهم والرئيسي والمحوري لقناة السويس نوالي مصر أيضا بالتأكيد أتمنى تكون هذه الطمأنة وصلت عودة إليك للقاهرة دكتور الصادي إن كان لديك تعليق أو تعقيب تفضل في هذه النقطة بالذات بصدي فاندم بالتأكيد يعني يا رب يا رب كل الهواجس اللي موجودة عندي ما تكونش سليمة يا رب لا يحيق بالدولة المصرية أي نوع من أنواع الأزال إنه إذا أحيق ضرر بالدولة المصرية سيحاق الضرر بالمنطقة العربية بالكامل لازم صادح أحد أن يحصل نوع من أنواع الفوضى أو السقوط للاقتصاد المصري أو للدولة المصرية إنه دوت سيؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة بالكامل لكن في التعامل أنت بتتعامل مع كافة الاحتمالات تتعامل مع كان في فترة من الفترات نتكلم في مصر أن جزء أساسي من حل المشكلة الاقتصادية الموجودة في مصر إنه نعمل توريق على قناة السويس توريق على قناة السويس يعني إيه؟ إن أنا أورق إرادات قناة السويس وده كان ممكن يتيح للحكومة المصرية إنها تزر سندات بالمحددة المدة ملهاش ماتيوريتي ديت بعوائد قد تتجاوز الـ 4-5% من عوائد قناة السويس ده يفندم كان يقدر يخلي الحكومة المصرية تزر سندات في حدود 120 مليار دولار 120 مليار دولار بالتأكيد كان يحل جزء كبير جدا من المشكلة الاقتصادية الموجودة في مصر لكن في الوقت الحالي مع هذا الاتراب ارتفعت مخاطر المرور في قناة السويس وبالتالي ترتفت بتقل عوائد قناة السويس وبالتالي قدرتك على إزهار هذه السندات أو توريق إرادات قناة السويس ما بقتش كما كانت تقول ولن تجد من يقوم بعملية الشراء لهذه السندات من وعن أنت تخوفي نعم أدركنا وقت الفاصل أعتذر للمقاطعة ضيوفنا الأكار مشاهدين العزاء سنذهب إلى فاصل آخر قصير نعود بعد الاستاناة فيما بقى من نقاش الرابط للليلة أهلا بكم من جديد خلص استطلاع أجرته شركة ناتيكسيس إلى أن الصراعات والتوترات الجيوسياسية تمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل وفي السياق ذاته قال فريق من مركز ناتيكسيس لرؤى المستثمرين أنه بعد ملاحظة تداعيات المراحل الأولى من حرب روسيا ووكرانيا وكيف أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغذاء في 2022 فإن لدى المؤسسات سبب وجيه للقلق فيما يبدو المشهد الجيوسياسي أقل استقرارا حتى 2024 أسانف نقاش مع ضيوفنا من رمالة سؤالي أو الجواب الذي ننتظره منك أستاذ أشرف العجرمي معالم سنة 2024 اقتصاديا كيف تبدو لك من خلال كل هذه التطورات التي ينتهي العام عليها هذا مرتبط بالسيناريوهات الممكنة لعام 2024 السيناريو الأول أن تستمر الحرب في نطاقها الضيق يعني في غزة بين حركة حماس والفصال الفلسطينية وبين إسرائيل دون امتدادات إقليمية ويتم في إطاره محاصرة تدخل الحوثيين وحتى حزب الله في إطار ضيخ جدا بعدم التأثير على ذلك وهذا السيناريو سيؤثر أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي وربما على اقتصاديات أوروبا وبالذات منطقة اليورو ويمكن التعامل معه ولكن تأثيره لن يكون كبيرا السيناريو الثاني وهو السيناريو صعب وهو التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة ويعادة بناء قطاع غزة من جديد في قطار سلطة وطنية واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا سيؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في المنطقة وتلافي التأثيرات السلبية للحرب وربما دخول المنطقة في تأثيرات إيجابية أما السيناريو الثالث وهو الأسوأ توسع نطاق الحرب والدخول إلى حرب إقليمية واسعة وربما في نطاقات دولية أوسعة وهذا سيؤدي إلى تدهور كبير في الاقتصادات الدولية وأزمات كبرى سواء في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى سيؤدي إلى تضخم وارتفاع أسعار هائل وأزمات اقتصادية كبرى في المنطقة بدءا بإسرائيل وانتهاء بأوروبا وباقي دول العالم أشكرك إلى القاهرة دكتور ساوي أيضا سؤال في صميم اقتصادك في الاقتصاد العالمي 2024 كيف ترى هو أصلا منهك من كورونا إلى الحرب في أوكرانيا إلى الحرب في غزة اليوم هل ترى بوادر انفراج لهذا الاقتصاد العالمي في ضوء ما يجري في البحر الأحمر وهذه المعابر المائية المهمة أم لا في السنة الجديدة هو 24 سيكون استباقا لما هو متوقع في 25 وتأثيرات السلبية الضخمة التي هي متوقعة على الاقتصادية الكبرى في أوروبا سنة 25 نتيجة لمجموعة من التحولات الاقتصادية المتوقعة في هذه المنطقة سوف تؤدي الحرب الموجودة في غزة مع التوترات الموجودة في البحر الأحمر والتجارة الدولية قد تسرع من عمليات التحول الاقتصادي الموجودة في أوروبا وعملية هجرة المتوقعة أنها في 25 أنها تحصل نوع من أنواع الهجرة الكبيرة جدا من رؤوس الأموال من أوروبا للدول الأخرى قد تزب إلى أفرخة قد تزب إلى أمريكا اللاتينية قد تأتي إلى المنطقة الخليجية قد تزب إلى الصين ولكن المتوقع أن هناك أزمة اقتصادية كبرى سوف تحدث في أوروبا سنة 25 قد تؤدي 24 إلى التسريع بهذه التداعيات الاقتصادية لا أرى في الأفق القريب نوع من أنواع الحل للأزمة التي في غزة ولا الأزمة التي في البحر الأحمر وسوف تلقي بتابعتها على 24 تسألت واحد واحد 23 ما هي توقعاتك لسنة 23 قلت سنقول ولا يوم من أيامك يا 22 أخشى أن أكرر هذه التوقعات السوء ونسأل عن توقعاتها 24 فنقول ولا يوم من أيامك يا 23 وده المتوقع في ظر 23 ما كانش فيها الحرب وانتهينا بالحرب وانتهينا بالظروف الاقتصادية السيئة التي نحن موجودين فيها فما بالك 24 وإحنا دخلناها بحرب لا تتوقع بأي حامل أحوال أن الأحداث التي تحدث في غزة ليست بحرب إنما هي حرب إبادة ومحي من على الخريطة لغزة بالتأكيد إذا تم نوع من أنواع السلام سوف يكون نوع من أنواع الانتعاش للمنطقة المحيطة بغزة قد تستفيد مصر الاستفادة الكبرى قد تستفيد الأولى من استفادة الكبرى من عملية أعادة أعمار غزة مرة أخرى ولكن إن لم يعاد أعمار غزة في ظل اتفاقية سلام دائما مع إسرائيل في ظل دولتين دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية لن يكون هناك أي نوع من أنواع السلام في المنطقة ولن يكون أي نوع من أنواع الاستقرار في الأجل القصير في الاقتصاديات العالمية التي أدت أحداث غزة إلى زيادة هذه التوترات نتيجة لوجود الطرف الإسرائيلي فيها وضغوطه على الاقتصاديات العالمية بالكامل على الساسة في الاقتصاد العالمي سواء كان في ألمانيا في فرنسا في إيطاليا في كندا في أمريكا بحيث حصل نوع من أنواع الغض الطرف وسقط القناع الدولي عن المؤسسات المالية المؤسسات السياسية الدولية بالكامل إجاء من الأمم المتحدة وانتهاء بكل المؤسسات الاقتصادية والمالية الموجودة على وش الأرض وانتهاء الله هذا بنوع من أنواع من هو الأقوى ومن يستطيع أن يخرج أكثر في الخريطة العالمية صعب نختم هذه الحلقة بنفس استفاؤلي أو متفائل أختم معك أستاذ المجالي بهذا السؤال الاستشرافي أيضا عن السنة الجديدة أنا أريد أن أكون متفائل يلا نختم معك إذن بنفس متفائل كيف ترىها اقتصاديا أخي العزيز أنا أريد أن أكون متفائل بناء على قياسات حقيقية لقد اطلعت على كل القراءات والتقارير والأبحاث التي أجريت حتى في مؤسسات دولية ولدى الولايات المتحدة الأمريكية أريد أن أطمئن أخي في رام الله نحن نعلم عن طموحات نتنياهو في إطار إدارته ومصالحه الضيقة للحرب في غزة ولكن نعلم أيضا أن الإدارة الأمريكية لديها انتخابات في نوفمبر القادم وأيضا لديها حسابات ولن تسمح بأن تتوسع دائرة الحرب وهذا ما تم خلال الثلاث أشهر الماضية واضح أنه ليس هناك قبول لتوسيع دائرة الحرب من ناحية ومن ناحية أخرى بالجانب الاقتصادي البحث كان هناك محاولة قبل حرب غزة على أن تدخل الولايات المتحدة الدول العربية والمملكة العربية السعودية تحديدا في حرب النفط في جواب على ما يحصل في أوكرانيا ولكن كان الجواب أنكم كنتم ضد الحرب إدخال النفط في الحرب الاقتصادية عام 1973 وبذلك أصبح النفط ليس سلاح في الاقتصاد الآن وأيضا كل الاقتصاد يجب أن لا يكون جزء من هذه الحرب والإحصاءات الواردة حاليا تؤكد أن التوجه في المستقبل لوقف تأثيرات هذه الحرب وهذا يتطلب موقف سياسي ليس له علاقة في الاقتصاد نتوقع أن يكون هناك ضغط في المرحلة القادمة على إسرائيل لتقليص المدة وللانتهاء منها وكما ذكر صديقنا في القاهرة أيضا سيكون هناك إعادة بناء لغزة ويجب أن تتحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها في إعادة البناء والذي سيعود بالتالي على الأشقاء الفلسطينيين من ناحية البعد السياسي بداية لأن يكون هناك مظلة متكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية لكل القوى الفاعلة في فلسطين التي هي عماد تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وأنا في تقديري أنه لن يسمح لليمين الإسرائيلي المتطرف بأن يعطل الجهود التي تكاثفت حتى الآن في حل الدولتين انتهى الوقت أشكرك لهذا النفس المتفائل ونحن نطل على عام جديد وهنا به ذيوفنا بشكل مبكر وأشكرهم في ختام هذه الحلقة من عمان السيد زياد المجالية سفير الأردنية السابق شكرا لك أشكر أيضا من رمالة السيد أشرف العجرمي الوزير السابق والباحث السياسي ومن القاهرة أختم بشكر الدكتور حسن أصادي أستاذ الاقتصاد الدولي واقتصادية التمويل في جامعة القاهرة شكرا لكم جميعا قبل الختام نذكر بسؤالي حلقة الرابط لليوم ما تداعيات أزمة استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي وهل يدفع تهديد الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل بعد الاستفادة في القول والنقاش في ملف اليوم خلص ضيوفنا إلى التالي الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر بشكل مباشر باستهداف السفن في البحر الأحمر مع توجه العديد من الشركات بتعليق مرورها وزيادة تكلفة الشحن البحري والتأميم بسبب التهديدات وتدهور الوضع الاستهدافات في البحر الأحمر قد تشكل ضغطا سياسيا على إسرائيل لكن يبقى الضغط الأميركي هو الأهم لوقف الحملة العسكرية على قطاع غزة الرابط انتهى هنا شكرا لمتابعته دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة